أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات في هذه الآيات الكريمات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مر معنا أن الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا هذه آيات تسمى النداءات الإيمانية في القرآن الكريم يعني الآيات التي يكون بدايتها يا أيها الذين آمنوا وبالمسعود رضي الله تعالى عنه وعرضاه قد مر معنا أنه قال إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإنما بعدها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه في هذه الآية يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يعني أطيعوا أوامر الله وأطيعوا الرسول أطيعوا أوامر الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كيف تبطلوا الأعمال؟ تبطل الأعمال بعدم موافقتها لمنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبطل الأعمال أيضا بعدم الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا أو أراد بعمله الأشخاص أو أراد بعمله ثناء الناس هنا يبطل العمل ولذلك أندره سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك قال العلماء الشرك المقصود به في هذه الآية هو الشرك الأصغر الذي هو الرياء هذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أن يريد الإنسان بعمله كلام الناس وثناء الناس ومدح الناس يأتي الإنسان يوم القيامة وقد حق عليه قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباعا منثورا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الرياء